ايمن اشرف كان بيعرف حاجة في الرجبة كده فقال له انت بتخرج ليه بتاخد مساكن المنجة قال له اصلا لا مفيش حاجة وبعا كده الدكتور قال له ده هو عنده حاجة يخشونه في الرجبة فهو زعل من الكلمة دي فركنه السنة كلها احمد عبدالقادر انت مش هتنزل تتمرن لا اصلا روحت عملية طب خلاص هو من نوع اللي هو الموقف بالنسبة له طب امام عشور كده تقفلت لا خالص امام عشور موضوع منتهي وخلاص موجود في القيمة بإذن الله ما فيش قدنا مشكلة خالص على الاطلاق لاني الموضوع ما وصلش الجزئية اني يتساوب عبدالقادر ولا يتساوب وعلى فكرة عبدالقادر باب بافتوح بالنسبة له برضو لاني موقع دايما ناشرف مختلف شوية لعبدالقادر لان عبدالقادر اثبته انه كان واخد اذن من الكاتي ساعة الحفيظ قبل ما يمشي بني سافر يعمل الموضوع لان عبدالقادر مش عايز يمشي في هناير عبدالقادر بص عشان نبقى متفقين على حاجة عبدالقادر شايف نفسه دلوقتي بص في حاجة في النادي الاهلة او كولر عاملها بيتعامل أبديت لترتيب كل مركز واللعب بيحسه بيشوفه يعني الناس كتير هتفاجأت في المطش الأخير بتاع صندوز ليه رمى ربيع على لعب كل الناس اللي طلعت حللة المباراة قالت لك السهوة عايز أطوال صندوز من اللعبش على الأطوال صندوز من اللعب اللي بتلعب كرابة غزيل لكن دلوقتي الترتيب الحالي في مركز قلب الدفاع على المساك محمد عبدالمنع رمى ربيع بها رقم اثنين فبالتالي رمى هو النزل في مركز الجناح الشمال دلوقتي الترتيب الحالي رضا سليم حسين الشحات حتى لو بيجوم المركز ده طهر محمد طهر رقم ثلاثة أحمد ده رقم اربعة فعبدالقادر شايف نفسه ان انا دلوقتي رقم اربعة في حسابات الرجل وبيلعب واحد بس فممكن يفكر يمشي مليون في المية وبيفكر انه عنده تجربة عظيم